مستقبل الأبناء هم آخر يضاف إلى آلام هيلين في زمن النزوح القسري هنا في مخيم سري كانيي غربي مدينة الحسكة فأولادها عارف وإبراهيم وحتى هيفين ذات الأربعة عشر ربيعاً لا يجدون القراءة والكتابة كونهم محرومون من التعليم للعام الثاني على التوالي أدي ستة أولاد لازم ثلاثة منهم يروحوا على المدرسة ما في مدرسة طاع بيتنا برأس العين قلنا أولادنا يدرسوا ما في دراسة ما في قير يلعبوا بالوحل بالطابة بالطين كل نهار نطلع عليهم يحترق قلبنا عليهم لأنه داعوا ما نحن دعنا بدناهم يعني يدرسوا مئات العائلات تشارك فاطمة المعاناة نفسها في هذا المخيم الذي يخلو من أي مدرسة لتعليم قرابة ثلاثة ألاف طفل يسكنون داخل هذه الخيام العملية التعليمية في أحياء مدينة الحسكة هي الأخرى ليست أفضل حالاً فألاف النازحين يرفضون إخلاء عشرات المدارس رغم نداءات الإدارة الذاتية بضرورة الانتقال إلى المخيمات لدينا حالياً في مدينة الحسكة 48 مدرسة هي تحولت من مدارس إلى مراكز نازحين هذا الأمر فرض على عشرة ألاف طالب أن يتأثروا سلباً بهذا الأمر فبالتالي قدر المستطاع ودائماً حسب الجهود الموجودة والمبذولة هي محاولة إرجاع هؤلاء الطلاب إلى مدارسهم في مناطق قوات سوريا الديمقراطية يرتاد نحو مليون طالب وطالب المدارس لكن الشهادات والوثاق الصادرة من الإدارة الذاتية لا تلقى قبولاً محلياً أو دولياً كونها لم تلقى اعترافاً من المجتمع الدولي وفي أموم سوريا يلاحق شبح الأمية مئات الآلاف من الأطفال فالحرب دمرت الكثير من المدارس وتحول قسم منها إلى ثكانات عسكرية أو إلى مراكز لإيواء النازحين تحتل سوريا المرتبة الأولى في أقل نسبة تسجيل في المدارس على مستوى العالم فهناك قرابة مليونين وثمانمائة ألف طفل في هذه البلاد لا يرتادون المدارس حسب تقديرات الأمم المتحدة حتى أولئك الذين التحقوا بالمدارس لا يتلقون تعليماً جيداً لذا أصبحت تعليم في سوريا منذ العام 2019 خارج التصنيف الدولي لجودة التعليم خيبا رثمان الحرة من مدينة الحسكة شمال سوريا